تقع الفرشة المائية الرمل في سافلة حوض اللوكوس جنوب مدينة العرائش وتمتد على طول 20 كم من ساحل المحيط الأطلسي تعتبر هذه الفرشة من أهم الموارد المائية في شمال غرب المغرب حيث تساهم بشكل كبير في تأمين احتياجات إقليم العرائش والمناطق المجاورة من مياه السقي والشرب وذلك بفضل ارتباطها بسد واد المخازن الذي يشكل معها مجمعا مائيا حيويا تقع الفرشة المائية الرمل بسافلة حوض اللوكوس جنوب مدينة العرائش وتمتد على شريط 20 كم من طول ساحل المحيط الأطلسي وتعتبر أهم فرشة مائية في شمال غرب البلاد كما تشكل إلى جانب سدي واد المخازن وسد درخ روفا مجمع مائي يمكن من تأمين جميع حاجيات من مياه السقي ومياه الشرب لإقليم العرائش وكذا المراكز المجاورة تساهم الفرشة المائية الرمل سنويا بحوالي 14 مليون متر مكعب من مياه الشرب و23 مليون متر مكعب من مياه السقي ما يجعلها موردا لا غنى عنه للمنطقة إلا أن تعدد الجهات المستغلة لهذه الفرشة وتولي سنوات الجفاف وزيادة الضغط على استغلالها يضع تحدية كبيرة أمام إدارة هذا المورد الحيوي مواكبة مع ذلك فالوكالة هي فصادات إنجاز مجموعة من الدراسات التقنية الضرورية لتحقيق أهداف هذه العقدة الفرشة أهمها إنجاز نموذج رقمي للفرشة المائية الرمل لوضع سيناريوهات التدبير ومن أهم أهداف هذه العقدة الفرشة المائية الرمل هو حصر استعمال المياه الفرشة في حدود الموارد المائية المتجددة بالفرشة والتي هي تقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب سنويا في ظل هذه التحدية تعمل وكالة الحوض المائي اللوكوس على تطوير عقدة للفرشة المائية من خلال إنشاء نموذج رقمي يتيح وضع سيناريوهات مختلفة لتدبيرها تسعى الوكالة إلى حصر استعمال المياه في حدود الموارد المتجددة التي تقدر بحوالي 50 مليون متر مكعب سنويا مع إعطاء الأولوية للاحتياجات الحيوية وضمان استغلال المستدام ومتوازن لهذه الفرشة